ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يغفر لمن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا إلا أربعة أصناف من البشر مد من الخمر هذا الذي يشرب الخمر أجارنا الله وإياكم والعاقل والديه عنده عقوق للوالدة أو الوالد كبرت في السن كبر في السن بدأت أسئلتهم تكثر مطالبهم تكثر خلقهم يضيق يحتدون انتبه العاقل والديه لا يغفر له حتى يبر والديه وإنصان وإنصان لا ينفع مع الصلاة والصيام تنبه للوالدين الثالث قاطع الرحم والعياذ بالله قاطع الرحم الله عز وجل توعده باللعنة في القرآن وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الرحم استغاثت بالحق سبحانه وتعالى أخبارنا الرسول الله بذلك فقال لها الله عز وجل يا رحم أما ترضين أنني قد اشتققت لك اسما من اسمي فأنا الرحمن وأنت الرحم أما ترضين أن أصل من وصلكي وأن أقطع من قطعك وليس هناك مبرر لقطيعة الرحم ولو كان الرحم سيئا لو كان الرحم قاطعا لو قاطعوك هو لا تقاطعهم لأنها ليست هذه هي حقيقة صلة الرحم في الحديث ليس الواصل بالمكافئ الذي إن وصله رحمه وصلهم وإن قطعوه قطعهم النبي سمى هذا مكافئ ليس بواصل هذه مكافئة أكيد واصلوك تواصلهم لكن علينا أن نواصلهم في حال المواصلة وفي حال القطيعة فقاطع الرحم الثالث المشاحن الذي يبيته في قلبه شحنة تصل إلى حد المصارمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمصارمة هنا معناها أي القطيعة بينك وبين شخص مشكلة وصلت إلى حد أنك ما تريد تسلم عليه ما تريد تنظر إليه عنده وفاة حتى ما عزيته وما سرت في جنازة ما له وصله به مرض ما أحبب تزوره هذه الأشياء الليلة الآن يعني خاطب النفسي وخاطبكم جميعا إذا كان أحد آذانا في شيء لا نجعل أذى يصل إلى الحد الذي نحرم بسببه من المغفرة آذاك في مال آذتك في كلام تكلمت عليك تسببت في مصائب لك فوت عليك وظيفة أكل عليك صفقة تسبب في طردك هذا أذى عظيم والظلم حرام وسيحاسبه الله على ذلك ويأخذ لك بحقك لا شك لكن لا تجعل أذى يصل إلى الحد يصل إلى الحد الذي تحرم بسببه من المغفرة في شهر رمضان من المغفرة في شهر رمضان فهذا من أحسن ما يستقبل به شهر رمضان التخلي عن الموانع هذه الأربعة أيضا التخلي مع قدوم شهر رمضان عن الأثباب التي توقع الإنسان في المعاصي نحن بشر والإنسان من صفاته والبشر من صفاته من الضعف فمن تعود من نفسه أنه في صحبة معينة في العادة يعني يدلونها على الشر فيضعف أمامهم هو يضعف يجتنب هذه الصحبة من اعتعد أن لا يضبط عنه إلى ما تنظر إليه في الشاشة في التلفاز أو في الإنترنت يتوقف الليلة هذا ترجمة نانسي قنقر